موسيقى عسلامة مرحبا بمشتركي سابو رانير اليوم باش نشوفوا نموذج اخر من درس وصف مشهد يغلب عليه السكون السؤال ماذا يقول اقرأوا هذا المقتطف من كتاب الاجنحة المتكسرة لجبران خليل جبران وبعد ايام وقد مللت الوحدة وتعبت اجفاني من النظر الى اوجه الكتب علوت مركبة طالبا بنزل عمي حتى اذا بلغت بي غابة السنوبر حيث يذهب القوم للتنزه حول السائق وجهة فرسيه عن الطريق العمومية فسعر خببا على ممر تظلله اشجار الصفصاف وتتمايل على جانبيه الاعشاب والدوالي المرتعشة وازاهر نيسان المبتسمة بثغور حمراء كالياقوت وزرقاء كالزمردتي وصفراء كالذهبي السؤال متعلق بهذا النص او مقتطف من النص اتبينوا عناصر الوصف من هذا المقطع وخصائصها مش نبدأوا؟ العنصر متحرك في المقطع العنصر الساكن في المقطع اذكروا بعض الافعال التي تعبر عن الحالة اذكروا افعالا تدل على حركات واعمال اذكروا حالا اذكروا نعتا اذكروا نموذجا على الاقل للتشبيه السؤال لشنو يقول لنا انه احنا باش نستخرجوا من النص متعنا كل الدلالات هذية معنطا عنا العنصر المتحرك في المقطع يزينا نقلوا المقطع هذية ونخرجوا منه العنصر المتحرك خلينا نشوفوا وبعد اياما وقد مللتوا وتعبت اشفاني من النظري علوتوا مركبة طالبا فما حدش الى هنا هو عنصر متحرك في المقطع كيدينا باش نبدأ ناخد التمارين في منكة باش نقرأ انعادة النص قراءة النص قراءة صامتة ونبدأ نخرج في العناصر هذية احنا عنا الى هنا وجهة حول السائق وجهة فرسيه عن الطريق العمومية فصار خببا على الممر تضللوا أشجار الصفساس فيه وتتميلوا على جانبيه العشاب والدوالي المرتعشة وكذا وكذا الى اخر النص اذا العنصر المتحرك في النص هو المركبة والفرسان عنا الى هنا فرسيه فرسين هما حاجات تتحرك وعنا المركبة لانه علاوتوا مركبة المركبة الطبعة هي باش تتحرك هذو ما الحاجات اللى احنا باش نحطوها فيه العناصر المتحركة باش نكتبوا الى هنا عنا المركبة والفرسين هما العناصر المتحركة المركبة والفرسين هما العناصر المتحركة في النص لم يكن هناك شيئا اخرى اللى هي تتحرك في النص لانه السنوبر ميتحركش الصفصافة الجرسة صار متحركش العشاب والدوالي الى نيسانة كلها لا يوجد عناصر متحركة في المقطع من التطبيق以上 العنصر السكن في المقطع شما العنصر السكن في المقطع معheitها عنصر متحركش ولاتفعل حركة هذي blow مığınıول تتحركش هذه اللى لاعشاب والدوالي هي الأعشاب والدوالي هي الوارسين لا تتتحركش الى هنو Version على الأجّار هي ماذاъلي لا تتحركش ما عندها العنصر الساكن في المقطع اللي هو عنا الأشجار والأعشاب والدواني هكذا نكون وإحنا خرجنا المقطع الساكن في المقطع العنصر الساكن في المقطع ما عندك نذكر بعض الأفعال التي تعبروا عن الحالة الحاجة اللي تعبر عن الحالة متع كل بشر فينا لهناش نوع قال في أول النص نذكره وبعد أيام قد مللت الوحدة مللت هو فعل يدل على حال الشخص وتعبت أجفاني تعبت زيدة فعل يدل على حال الشخص اللي هو قاعد يتكلم ما عندها الأفعال التي تعبروا عن الحالة هي مللت وعنا تعبت نتوقع نتوقع للعنصر الرابع أذكر أفعالا تدل على حركات وأعمال نتوقع نتوقع ندل على أفعال تدل على الحركات والأعمال خلينا نشوفوا شنية الأفعال هذية عنا بعد أيام واحدة من النظري إلى أوجه كتبي علوتو هو فعل فعل تدل على حركات علوتو ما عندها طلعت هذا يدل على فعل يدل على الحركة نجيل هنا ونكتبه علوتو مركبة طالبة منزع المعامي حتى إذا نكمل هنا بلغت به غابة الصنوبر حيث يذهب القوم التنزوي حول السائق حول السائق وجهة فرسيه عن الطريق العموميتي حول عنا فعل حول حاجة فعل يدل على الحركة ونعمل عندك هنا حول حول هو فعل قام به شخص كما هنا علوتو قمت به أنا حول هو فعل قام به هو عن الطريق العموميتي فسارة فعل سارة نعود نكتبه هنا سارة هو سارة فعل يدل عن الحركة فسارة خببا على ممر تضلله أشجار وكذا إلى آخر المقطع ثم ما نبقى لنا كيف نذكر أذكره حالا أذكره نعتا كيف نذكر الحال وإلا نعت هنا يبدأ بالوصف تظل أشجار الصفصافي تتميل وجانبيه الأعشاب والدوالي المرتعشة هذا وصف قعد يوصف الأعشاب والدوالي أظهار النيسان المبتسمة يوصف في أزهار النيسان قال إنها هي مبتسمة بثغور حمراءة حمراءة هو نعت كما قاعدين تشوفوا معطا أحنا بش نكتبه هنا بالنسبة للحال والنعب بش نذكر مرتعشة مرتعشة مبتسمة وحمراء هكا نكون وين كملت ما زال لي عنصر واحد اللي هو أذكروا نموذجا على الأقل للتشبيه التشبيه شنو بش يكون عنا حرف لهذا الكيف كالشي معطا الهنا قال كالياقوتي شنو آخر قال الهنا قال كالياقوتي قال كالزمردتي وقال كالذهبي معانت اينا بش نكتب لهنا كالياقوتي و كالزمردتي و كالذهبي هكا نكون انا كملت العناصر كل واستخرجتها من مقطع اللي كنا نقرأ فيه وهكا أطفالي يكون انا كملت النموذج هذية و حاولت اني انا نستخرج العناصر من هذا النص مبقا كامش نقول لكم الى اللقاء في نموذج آخر